قطاع محاصر منذ ثمانية عشر عاماً ولم يستطع الاحتلال أن يكسر إرادته ولا أن يدفعه إلى رفع راية البيضاء والاعتراف بالاحتلال والاعتراف بالهزيمة أن تتحدث عن حرب استخدم فيها الاحتلال كل أنواع الأسلحة الحديثة على مدى ثلاثمائة يوم ويزيد أن تتحدث عن دعم دولي غير مسبوق للاحتلال وهو يوجه قنابله وطائراته وصواريخه إلى مجموعة من الشباب العزل ومجموعة من الشيوخ والنساء لعلك تتابع وكما يتابع العالم هذه الصرخات من النساء ومن الشيوخ ومن الأطفال وتتابع وتلاحظ كما نتابع ونلاحظ ونشاهد هذه الأشلاء الممزقة ومع ذلك لم يرفع أحد من الفلسطينيين راية الانهزام والاستسلام يدرك الاحتلال ويدرك داعموه أن غزة هي تسمى في التاريخ غزة هاشم وأن جد نبي الإسلام آخر الأنبياء عليه أفضل الصلاة والسلام يرقد هناك في غزة وهو يعلم أن هذه البلاد هي بلاد للإمام الشافعي أحد أئمة المسلمين الأربعة وهو القائل إني رأيت وقوف الماء يفسده إن سال طاب وإن لم يجري لم يطبي وهو يعني عمليا أن القبول بالأمر الواقعي وبالظلم ليس من شيمة الرجال المسلمين المؤمنين بالله وباليوم الآخر وهم يعلمون أن غزة تحبل كل هذه المعاني التاريخية والإسلامية والإنسانية ولذلك هم يخشونها ولذلك هم يحاولون المرة تل والأخرى على أن يقتلوا معاني الحياة ومعاني العزة ومعاني الكرامة ومعاني الأنفة ومعاني الرفع ومعاني السمو ومعاني الحضارة التي يريد الفلسطينيون في قطاع غزة أن يبلغوها ليس للاحتلال لأن الاحتلال لا يفهم معاني الإنسانية والحضارة ولا يؤمن بالقانون الدولي ولا يعلم حتى معاني السمو والرفع ومعاني الإنسانية وإنما يريد أن يبلغوها للعالم بأن هناك جيل من العرب ومن الفلسطينيين يؤمنون بالعدالة ويؤمنون بالحقوق ويؤمنون بالكرامة ويؤمنون بالإنسانية ويؤمنون بأن القوة لا تعني عملياً النصر وأن الانتصار إن عرفت الحق تعرف الانتصار وإن لم تعرف الحق لن تعرف الانتصار وأن القتل والتدمير والتنكيل والتجويع والحصار في نهاية المطاف لا يستطيع أن يغير الواقع ولا أن يغير التاريخ التاريخ يا أستاذ زياد يكتبه اليوم الضعفاء والمبدئيون والإنسانيون الذين يؤمنون بأنهم أبناء آدم وأن ربنا سبحانه وتعالى كرمهم على غيره من مخلوقاته وأنهم يريدون أن يكونوا كما أمرهم الله خلفاء في الأرض والخليفة في الأرض يعني عملية أن يؤمن الكرامة وأن يؤمن الحقوق وأن يؤمن المساواة وأن يؤمن العدل بين بذي البشر وأن لا يكونوا ظالمين لغيرهم هذا هي الرسالة وقد فهمها الاحتلال ولذلك يمعن في استخدام القوة علّه يستطيع أن يقرب هذه المعادلة وما هو بقالبها وإنما هو يزيد من هزيمته ويزيد من جرائمه التي سيحاكم عليها طال الزمن أو قصر